بس نبدأ إلا في سوق السيارات الخينة يعني الحاجة بتقوله ده كلام لصيف تكلمني عن سوق السيارات يعني الراجل اللي بيستورد أو المستورد السيارات ووكيل السيارات الكبير في مصر طبعا ليه ما تحرجش بسرعة عشان على الأقل يستورد سيارات كهربائية مش هقول نصنعها في مصر هاسأل حضرتك نيجي في السؤال نصنعها في مصر النقطة دي كويس قوي بس إحنا عندنا مشكلة في الاعتمادات المستندية للدولة عملتها إن الدولة بتعتقد وكلمنا في الحلقة دي الفرطر اللي فاتت كلمنا قبل كده على إن الدولة بتعتقد إن السيارة دي رفها هي فعلى سبيل المثال بس سيارات كهربائية عليها إعفاءات جمهوركي اتقدم طلب عشان نجيب أكل وتقدم طلب عشان نجيب قطعة غيار سيارات طبعا فجابوا لإيه الحاجات المطلوبة للأكل طيب كويس الأكل موجود فين؟ موجود في الحقل في السعيد وفي الفلاحين طب عايزين ننقلوا نجيبوا القاهرة عشان نوزعوا على الأسواق من أول سوق الأبور وإحنا ندخلنا على كل الأسواق عايزين سيارات فقطع الغيار ما فيش والعربيات وقفة في التوكيلات بتاعت السيارات عبارة عن حديدة على وقفة على الأرض لازم إحنا هنا بقى إيه؟ think out of the box إحنا عايزين نفكر خارج الصندوق ده مش محتاجة تفكير خارج الصندوق لا ده جوه صندوق خالص ده صندوق إيه ده خالص على آخر ده نايمة في الصندوق فنقول يا جماعة طب إزاي ما هي قطعة الغيار دي مطلوبة عشان دي مش رفاهية دي بتحرك العربية وكل الناس اللي عندها fleet owner اللي عنده 30-40-50 عربية والتريلات بتجيب وبتشتغل العربية دي كلها بتقف طب انت بتعمل خسارة على مين؟ حضرتك خسارة الأكل هيبوز وكل حاجة الناس مش هتنقل بالحسار فهمت أصدح حضرتك في دي يعني هو حضرتك شايف أنه الظرف الاقتصادي العالمي هو اللي أثر على ده لكن مش هي يعني مش هي رؤية أو قرارات فردية من الاشخاص لا طبعا الناس كلها عايزة تشتغل الدولة عملت هنا حاجة مهمة جدا عملت شبكة قومية الاستراتيجية للطرق ففتحت لك طرق فتحت لك مدن وفتحت لك مناطق لوجستية كبيرة جدا بتشابه إلى حد ما المناطق اللوجستية اللي موجودة في جبل علي في الإمارات طيب نميلات نين بقى طرق ممتازة مدن جديدة فتحت مناطق لوجستية عندنا مواني خلاص نبدأ نشتغل انت عندك مشكلة النهارة انت حجم سوق ضعيف انت في مصر في خمس سنوات ماضت كان عندنا سبعتاشر 2018 و2019 و2021 في 2017 كان حجم مبيعات Total sales volume حجم مبيعات السوق في مصر 130 ألف عربية ده حدوتك شايفه وضعين؟ جدا 18 تتكلم على 188 ألف 19 بنتكلم على 193 ألف 20 بنتكلم على 245 ألف عربية 21 275 ألف عربية إنما تجيب الخمس أرقام دي تسميع خمسة هيعملهم 150 ألف عربية في السنة ده المتوسط وهو بصراحة رقم مفاجئ بالنسبة لي لأن إحنا 100 مليون لا ده رقم صادم لا فيش رقم 150 ألف عربية إيه السعودية 34 مليون مواطن بتتكلمي تقريبا من 900 المليون عربية في السنة مع اختلاف داخل الفرد وداخل العام والنتيج القوة حاجات كثيرة لكن لا لازم بقى فيه نسبة وتناسب وهو السؤال الأهم مش بس السوق المحلي قدرتنا على التصنيع للمنطقة أنت بوابة أفريقيا طب ليه ما ناخدش أكشن إحنا بس عندنا مشكلة أو أنا بس نلاحظ أننا بمستوية المتواضع بلاحظ أننا خد قرار أول ما تاخد قرار هات شخص قوله الملف ده بتاعك أول حاجة في هذا الشخص لازم يكون ليدر لازم يكون عنده مانجمنت ستايل لازم يكون عنده كمانيكيشن سكيلز مهارات التفاوض أنا شفت ناس بتسافر موجودة هنا ما نعرفش كلم إنجليش فده عنده مشكلة هاته تقعد مع إزاي مع شركات وتقعد معها فكر نسبة دكتور ما فكر كيش نسيب دي لا دي نقطة عايزين لنا ملاح حلقات لا دي حاجة مهم تمسيلي الدولي لمصر دي قابية حاجة تانية لما تيجي تعمل اتفاقية فيه عندنا كورن الكونتركت مش أي حد بيعرف يكتب كونتركت بالذات في صناعة يعني هدائج بتقول إن إحنا متعطلين بسبب إن إحنا بيبقى فيه الإرادة السياسية موجودة إننا طبعا نشجع صناعة السيارات وتحديدا سيارات كهربائية ممتاز وفيه قرارات ممكن تساعد ممتاز وفيه قوانين بتدعم ده طب هي عطلانة عند شخص أو عند أشخاص عند أشخاص ولما تقادي مع أشخاص وأشخاص ليهم ثقل تقادي معهم تلاقي فكره رجعي كان بتاع عشاء 15 سنة فاتت النهاردة يا جماعة إحنا داخلين على 23 فحجم سيارات النهاردة كل الثلاث عربيات موجودين في العالم كهرباء من هم اتنين صناعة الصين وواحدة صناعة أي دولة تانية لما تروح الصين وان روح تصين كتير بصانق بشكل ما تتخيلهوش إحنا دايما لما كنا نقول إيه كلما نروح تباي لو روحنا دبي كل يوم تلاقي فيه حاجة جديدة بس حاجة جديدة مش في الصناعة حاجة جديدة في السياحة مثلا سبيل مثال لكن تروحي الصين كل يوم في مصنع بتعمل كل يوم حاجة جديدة تتكلم على ناس بتشتغل مثلا بتنتج في السنة من 16 إلى 18 مليون عربية